أول شيء أنه كانت أول تجربة مع الممثل النبي العسلي ولكن عدنا معرفة سابقة لأنه كنا في حرشة مصرح قليعة لنقول لعيد سعيد للشيخ يوسف تعوين دي دا ويشاهد فينا هننوقفك مصرح القليعة أبدع في هاد السفاد رمضان النجوم مصرح القليعة كانوا حاضرين بقوة في مختلف الأعمال هذا يبين أنه في القليعة صح كين مصرح يخرج مواهب يخرج فنانين كبار كين مصرح وكين قائد لهذا المصرح والأب الروحي لحركة مصرح قليعة في حاجة تميزه أنه كي آمن بيك ويشوف عندك موهبة أكيد رح يمد لك لاشونس وحيخليك أنه تبدع ويوزع عليك عديد الأدوار جميل جدا والكوميديا الكوميديا مش أول عمل لي في الكوميديا لكن أنا نقول أنه في دور حبيبة اكتشفت نفسي لأنه يمثل كلما يتقمص أدوار يقول ممكن أنا بلك نقدر نعطي لهذا الدور ولا بلك ما نقدرش ولكن في حبيبة خلاني نكتشف كاميديا كشخص ونكتشف القدرات التاعي وهذه هي والحمد لله اللي يعجب الجمهور كاميديا عجبتينا بزافة كاميديا أبداعتي ولكن كاميليا لا أعرف شيء يقولون أن الفنان يحب يعمل كوميديا و يدخل في دور يجب أن يتعلم بعض الأشياء أو تيك يجب أن يتقمس الدور هل كما قالت زهرة هادك زغاري التاعك و هادك شوينجوم هادك هو الوتيك كاميليا في الدور اللعبتي في البطحة؟ هادك هو اللي خليك دائما ترجعي للدور التاعك؟ تاسيك بشأنك؟ بشكل تقديم بالدقاء والدكور والقاستم هادك ما يجب أن تدخل في الشخصية أنا سألجب بكثير سألجب أو سألجب ضد الشوينجوم أو نفسي بسأل المفترض جيد؟ صراحة أنه قبل أن نبدأ في التورناج يوجد تشكير كاميليا أو نفسي فل 해�arكيس قبل التورناج كانوا كما عبارة عن نتلقي نقع الشخصيات فالأكزمبل أنا الفامي تاع اللاز اللاز نبي العسلي تاع ناجية العراف نقولها صحا عيدك للعب خوية الصغير ياني سنقوله صحا عيدك كانوا عندنا دي ريبيتيسان دي اكزرسيس افان التورناج وهذا الشي خلانا انو احنا نمدو دي بروبوزيسيان كل واحد كيفاش كان يشوف الشخصيات في الخيال تاعه وكل واحد كيفاش كان يماجيني فيها يعني لمسة على كل دور تتعرض عليكم نعم درتي ولمسة على كل دور تتعرض عليكم كفنانين اكيد انو كياتوك الشخصية ريزن تدلها دراسة الشخصية هادية تطيها حاجة لي تتميز بيهم الصغاريت كانوا كاين في سيناغيو اول ما تقرأ سيناغيو توقع حبيبة وزغريت كان في سيناغيو لكن ما كانوش في كل المشاهد هاي في كل مشاهد هاي لديهم من عندك يعني المخرج باش من عندك اه لا نعم لا نستطيع التعرض عليكم بدون اذن المخرج وليد بوشباح صح نعم